مرحبا حسن مرحبا ياسر مجدا مرحبا بك إذن أهلا بكم مشاهدين الفاضل للجولة الرياضية لحصادي الليلة والبداية بالحدث القر حيث وضع فريق اتحاد العاصمة قدما في المباراة النهائية لرابطة أبطال إفريقيا قبل مباراة العودة ببلغين بعد أن أسقط الهلال السوداني بمعقله بأم درمان بثنائية لهدف واحد من ذهاب نصف نهائية المنافسة أدى وافتتح أصحاب الأرض النتيجة مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق كاريكا لكن الاتحاد عاد في النتيجة عن طريق عودية في الدقيقة الثانية عشر فيما أضف بيتاش الهدف الثاني في الدقيقة السبعة والستين للاتحاد قبلها بثلاث دقائق ضيع الهلاليون ضربة جزاء وبهذا الفوز قطع اتحاد العاصمة نصف الطريق نحو النهائي والاقتراب من خلافة على العرش أفريقيا من خلافة وفاقستي فقول على عرش أفريقيا قبل مواجهة العودة بملعب عمر حمدي ببلوغين في الثلاث أكتوبر القادم فألف مبروك لفريق اتحاد العاصمة